موسيقى نحن كدفاع المطالبات بالحق المدني وكمدافعة عن حقوق النساء تنشوفوا بأنه حكم منصفهم شيء المحامي عمرو ما كيطلب أقصى العقوبات لأن أنا في رأيي كمدافعة عن حقوق الإنسان تنقول فعلا بأن العقوبة هي زجر وردع ولكن أنا السجن دي لأي واحد ما غيفيدني يفتشيها ولكن ما يهمني أكثر هو بالنسبة للضحايا أنهم يعودنا ومهما عوضنا أو أي مبلغ خداوه أرى ما غديش يوأيو في يعني الآثار والأضرار اللي لحقات بهم خاصة في هذا الملف أننا كان عرفو هناك نساء كانوا كيخدموا في المؤسسة ديال سيد توفيق بو عشرين وبعد تقديمهن الشيكاية وبعد هاد المتابعات ما بقوش خدمين في هاد الإدارة اللي تابع السيد توفيق بو عشرين إذن ما مصيرونهم واش الدولة الدخلات فينا هي العناية الواجبة واشنو دابوش نحن كنعرفو اشنو واقع لهذا النساء هذا خاصة كينا حالات اللي فيها الزوج والزوجة يعملون بنفس الإدارة ما هو ما صيرهم هذا هو المسألة العناية الواجبة هي اللي يعني أنا تنقول هذا هو الملتمة زيالي بنسبة للدولة أنهم يتحضوا بالرعاية وأنه يكون تتبع النفسي لأنه ليس سهلا على أي مرأة كيف مكانت أنه يكون تمارس عليها الجنس سواء اغتصاب سواء تجار بالبشر أنها تخرج وتصرح فيه تحيل هاد النساء اللي كسرونينا هاد طابو وكنت سمنوا أن المجرى ديال اللي عادلة غادي راحنا هو مستمر حنا نتابع الملفات أمام محكمة التسينات إطار الدفاع عن الضحايا وكاتبقى الكلمة الأولى والأخيرة ونخضعوا لأي حكم كيف مكان وكاتبقى طرق طعن يمكن لأي محامي أو أي مناضل هو محامي يمكن لوا يتخذها أنا بالنسبة للملف ديال توفق بو عشرين كان فيه كان فيه عنف عنف إعلامي وقد نقولها بصراحة كان فيه عنف إعلامي وكان عنف تم طرف بعض المحامي سواء في الدفاع عن ضحايا أو الدفاع عن المتهم لأنه أنا كنشوف بأن أي ملف كيف مكان كيخضع للسرية وإحنا نرافع وندفع داخل المحاكم ليس خارج المحاكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي اشتركوا في القناة